يأن ليوم الأسير الفلسطيني نظمات فصائل العمل الوطني والمؤسسات التي تعنى بشؤون الأسرى وفعاليات محافظة جنين وقفة دعم وإسناد للأسرى الذين يقبعون خلف قطبان سجون الاحتلال مؤكدين استمرار الفعاليات الشعبية والجماهرية دعما لهذه القضية المركزية هذه الفعالية تأتي لتعطي عدة رسائل لهذا الاحتلال بأن أسرانا داخل سجونه ليسوا وحدهم ولن يبقوا وحدهم وإنما كل أبناء شعبنا الفلسطيني بكافة أطيافه بكافة توجهاته وفياداتنا الوطنية أيضا هي موجودة مع أسرانا داخل سجون الاحتلال رسائل وفاء عدة أبرقها كل من تواجد خلال هذه الوقفة التي نظمت في ميدان الشهيد ياسر عرفات بمشاركة عائلات الأسرى وذوي الشهداء وطلبة المدارس الذين جاءوا لإحياء هذا اليوم الوطني الذي يجتمع فيه الكل الفلسطيني موحدين خلف قضية الأسرى العادلة هاتفين بالحرية والنصر لأسر الحرية مؤكدين انتماءهم لمن شكلوا بصمودهم عنوانا للنضال ضد جبروت الاحتلال ومجددين العهد والوعد والقسم لهم لمواجهة آلة القتل الإسرائيلية داخل المعتقلات نؤكد بأن الحرية ليست شعار يرفع وإنما هي عبارة عن جهد يبذله الأحراد تجاه من قدموا سنين حياتهم كي نحيا بكرامة على هذه الأرض الطيبة المباركة سنتقام استمرين ببرامجنا وفعالياتنا حتى إطلاق صراح الأسرى جميعا وتبييد السجون إن الفرج كريم إن شاء الله أن نقول بأن معنوياتكم نستمدها منكم وأن قوة نستمدها منكم أنتم الأحرار ونحن المحتقلين أنتم من تعطون المعنوية العالية المشاركون أكدوا في هذا اليوم المشهود إلى أوسع مشاركة لإسنادهم في يومهم بما يليق بتضحياتهم والالتفاف حول قضيتهم وإبقائها في الصدارة والوقوف إلى جانبهم فهم رغم عتمة السجن وقيد السلاسل يصنعون بعزيمتهم رسالة أمل بأن تفتح أبواب السجون وتنكسر إرادة الجلاد عاجلا أم أجلا في يوم الأسير الفلسطيني يؤكد أبناء شعبنا في محافظة جنين دعمهم الكامل للأسرى الذين قدموا أعمارهم فداء للوطن فمهما طال ظلم السجاني ومهما طال ظلم الزماني فلابد لليل أن ينجلي ولابد للقيدي أن ينكسر من محافظة جنين أمني بلالو تلفزيون فلسطين